الذكر أصل الذكر لأنت تقول لصاحبك اليوم طول نهار كنت أذكرك هل معنى ذلك أنه كان عنه عدنان 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 لا معنى كنت طول هذا النهار يذكرك يعني كان ذكرك في مخيللتي كان ذكراك في قلبي والباري عز وجل عندما يقول فاذكروني أذكركم أي اجعلوا قلوبكم أوعية لذكري اجعلوا قلوبكم تتجه إلي بالذكر إن أنتم فعلتم هذا ذكرتكم اذكروني أذكركم كيف السبيل إلى ذكر الله أفضل سبيل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله كل لحظة من ذلك مثقلة بحقوق لله عز وجل عليك كل لحظة تمر عليك مثقلة بحقوق الله سبحانه وتعالى عليك فأنت إذا عرفت حقوق الله في ساعات قدومها لن تكون من الغافلين أبدا بشكل من الأشكال دخلت دارك واتقيت بأسرتك وأولادك أنت من هذا أمام حق جديد لله عز وجل عليك نعمة الأسرة نعمة كبيرة نعمة الأولاد والذرية نعمة كبيرة كم من فرق بين من يدخل داره لاهيا ساهيا ويجعل من كل ما في الدار سببا من أسباب الله وانشغاله عن الله وبين من يدخل داره شاكرا حامدا ويجعل من كل ما يراه في الدار سببا لمزيد حبه لله وسببا لمزيد ذكره لله كم من فرق طيب لابد أنت الآن بعيد عن الغفل لأن لأن الحق الذي تراه أمامك ما تكاد تتجاوزه إلا ويسلمك إلى حق آخر ما تكاد تتجاوز الحق الآخر إلا ويسلمك إلى حق ثالث وكذا طيب جلس بعد قليل نعم جلس على مائدة الطعام حق آخر نعم نعمة الله عز وجل التي أزدى إليك حقها في تلك الساعة ينبغي أن يوقع في تلك الساعة نعم وإلا يذهب تذهب الفرصة تحمد الله عز وجل وأنا دائما أقول يا ناس أذكر نعمة الطعام مهما تفنن الإنسان في الطعام مهما تفنن هذا الطعام إنما يأتيك من سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها لك الله لحوما وألبانا في غيرهم شوفوا الأطعمة للدنيا كلها يأتي عم تتفنن فيها بالمطاعم والفنادق وهون في غيرهم ما في غيرهم لك من يعجتها الأطعم من سماء الله التي يكرمنا بأمطارها من الأرض التي يأمرها الله عز وجل بالإنبات ومن هذه الأنعمة التي سخرها الله نعم حق جديد من نعم الله عز وجل عليك طيب بعد ذلك تريد أن تنام تتمدد لتنام حق جديد أنت بين إذن حق جديد لله عز وجل عليك نمت استيقظت حق جديد من نعم الله سبحانه وتعالى عليك طيب سلسلة هذه النعم متواصلة أيها الأخوة تلاحظ اشتركوا في القناة